للمزيد من المتابع ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود دعني في صورة الإجراءات وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الأحضر أهلا بك هيبة وبكل أسادة المشاهدين بالفعل نتابع معكم لليوم الثامن على التوالي من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ما زالت اللجنة تباشر أعمالها في تلقي طلبات الترشح لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الثامن على التوالي فتحت اللجنة أبوابها منذ التاسعة صباحا وستستمر بالطبع حتى الكامسة من مساء هذا اليوم لتلقي كل طلبات المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية حتى هذا التوقيت تحديدا وحتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد من المرشحين الراغبين أو المحتملين للترشح في الانتخابات الرئاسية لكن لازالت اللجنة تباشر أعمالها ومتواجدة لاستقبال أي من المرشحين في أي وقت حتى الآن استقبلت اللجنة ثلاثة مرشحين المرشح الأول هو المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ثم السيد عبدالسند يماما ثم فريد زهران هؤلاء هم الثلاثة الذين تقدموا واستوفوا كل الأوراق والمستندات التي كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وقدموا التسكيات أو تأييدات المواطنين المختلفة هناك أعمال تباشرها اللجنة بعد تقدم هؤلاء المرشحين بأوراقهم فيما يتعلق بفحص هذه الأوراق واستفاء الشروط وأيضا التأكد من دستورية وقانونية هذه الأوراق خاصة فيما يتعلق بالتوكلات أو تأييدات المواطنين أن المواطنين الذين حرروا هذه التوكلات هم المقيدون بقاعدة الناخبين ومن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وأيضا اللجنة ستعلن عن القائمة المبدئية يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري بعد الانتهاء من إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح في الرابع عشر من أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا ثم ستعلن اللجنة كل هذه الأعمال الخاصة أو القائمة المبدئية وتلقي بعدها الطعون المختلفة ثم الإعلان عن القائمة النهائية ومن ثم بدء الحملة الانتخابية فقط من أعلن أنه سيكون بالترشح غدا الحملة الرسمية للمرشح المحتمل حازم عمر يعني أعلنت الحملة أنه سيتقدم غدا في الثانية ظهرا بأوراقه بعد إنهاء الكشف الطبي الخاص به في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وتقديم ما يفيد إذا كان حصل على تسكيات من أعضاء مجلس النواب أو حتى توكيلات أو تأييدات من المواطنين من خمس عشرة محافظة إذن اللجنة تستمر في استقبال كل المرشحين الراغبين في تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وتقدم اللجنة كل التسهيلات وترحب بكل من يريد أن يتقدم لهذه الانتخابات وأيضا التأكد من بعض الشروط أو بعض المستندات فيما يتعلق بشهادة الخدمة العسكرية بأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفية منها وأيضا تسكية أعضاء مجلس النواب أو حتى تأييدات المواطنين وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد وبالتأكيد سيكون هناك مؤتمر صحفي في ختام هذا اليوم للأعلان عن كل التفاصيل الخاصة بمن تقدموا لخوض من المرشحين أو حتى إذا تقدم أحد من المرشحين في نهاية هذا اليوم هذه هي كل التفاصيل الخاصة باستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات أشكرك محمود جميل على هذه التفاصيل وبالطبع سنوالي معك المتابعات الإخبارية المختلفة محمود جميل مرسل التلفزيون المصرية